هلا قرويدا أنت والديك توفى متوفى من من عمري كان تسع سنة قبل ما أشوفك أنا هلا قرويدا أنا بعرف بايك سورة وأمك مصري أنا أبعرف شو اللي جاب المغربة عالشامة يعني شو خدوا لبيك عمصر أنا أبعرت شو جابوا لبيك عمصر نعم نعم سحبوا جمال أمي على مصر لا كان يدرس بابا هنيك واضحك إنه أبي كان بده خالتي فخالتي كانت مغرومة بحدة تاني أنا شحت العيلة أنا فضحت عايزتي يعني بيك كان الله يرحمه عشق خالتي لا ما كان عشق أنا يعني كان رفيق خالي وعجبته فقال له ما بداياك مغرم بحدة تاني فشاف أمي قال واخد قال له شو جاي تأخذ العيلة كلها أنت داخل على البيت طول بقى هتأخذ أمي بعد شوي بعدين والله صار النصيب وجبناها عا سوريا بس بيك شو كان عم يدرس بمصر ورجع عا سوريا وجابها لا إيه جاب ماما على سوريا شو كان ما يدرس الوالد بمصر حقوق حقوق محامي داولة لمهنة محامي لا بعدين هو ما ما تداول المهنة الداول غير شي يعني صار ضابط فيما بعد رويدة أنت شو درستي أنا درست معهد موسيقى متوسط حولو سنتين ويعني أنا كان همي أني أدرس المعهد هذا الصغير ما أدرس كنزورفاتوار أو فوت على المعهد العالي لأنه شوي المعهد العالي بيجبروا شوي الناس يغنوا الأوبرا وكذا وأنا صوتي شرقي وأنا متحزبة جدا للغناء الشرقي طبعا بشكل كبير يعني بدي نحنا يكون عنا نحنا في عنا جيل شباب يغني شرقي ولا أحلى من هيك لش نحنا بدنا نغني الغربي يفوتوا هنو علينا لش نحنا بدنا نفوت عليهم أكيد أكيد هلق البيك اللي كان يحبك تغني ما ايه بابا الله حمو ما يخيك إلي مرة قليلي باي كان هو اللي يشجعك على ظناء بابا صوته كان حلو كتير وكان يكتب هيك ويلحن أغاني وكذا حفظت لي شي لحم منه بيعينه لحم هلأ هلأ بشتري لا هلأ بعد الحلاء أنه تعرف لأنه للمرحوم فالغالي يعني من الورت يعني نعم نعم ما حافظ شي من اللحنهم بعد شوي بيختر على بالي الشي نعم فلأنه بابا كان محامي وضابط يعني فمن غير الطبيعي أنه يصير مطرب يعني أكيد فحط حلمه فيني وهو لفته أني أنا كنت ما كتير ألعب مع الأولاد أو كان صوت أم كلسومي الفتني الله يعني لو أمي عم تشتغل بالمطبخ وهيك هي كانت فكرتني أنا بنت هادي يعني آتون هاي البنت غريبة ما بتحكي لتكون فيها شي يعني كنت أسمع صوت أم كلسوم وخلص يعني سلطن سلطن وأحفظ من أنا وصغيرة أحفظ أغاني أغاني يعني بفاجئك يعني على فكرة يعني هلا تقولي حمص الساحي للمشتها يعني بس كريم بديك تكمشي ما سبحة وتبرمي لك برمي يعني دبكة وعتابة عرفتي شو فروي دا روي دا هذا المود اللي دخلتي فيه يعني من من نص صغر أنت بتحبي أم كلسوم أي سنة غنيتي تتذكري أي سنة تقريباً خمس سنين كان عمري أوف وغير هيك كان حافظة لأم كلسوم وكان البابا يجيب لي فرقة يعني وراي 14 عازف أمي تقول له أنه أنت شو عم تعمل عم ليش عم تعمل هذا الشي ويميزني عن أهلي يعني عن إخواتي لأنه كنت أصلاً كتير مرضية لأله كتير بحبه ويسمع صوتي ينبسط فأنا الفرقة وأنا الماسترو يعني تخيلي حدا هيك غنيتي على مسرح يعني لا غنيت بالبيت وغنيت الحفلة اللي أنا شفت حالي فيها على أخواتي بعرس هاتي اللي نشوف يلا أنت عمري هاتي سمعيني كنت حافظة أم كلسوم أنت عمري أنت عمري إيه 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 نعم شباب مقطع صغران هيا أبو الريم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة